اشتركوا في القناة شعودية الشقيقة دفاعا عن الحق والعدل وللتصدي للإرهاب ومد يد العون الإنساني والإغاثة للأشقاء في اليمن العزيز مشيدا رعاه الله بما يحققونه من إنجازات وانتصارات عديدة متمنيا لهم جلالته دوام التوفيق والنجاح لأداء رسالتهم النبيلة السامية وأن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة باليمن والعز والبركات ترجمة نانسي قنقر